يا رب حضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم كده في مقدمة الحلقة النهاردة اليوم يوم احتفال بالنادي الأهلي لكرة السلة بعد الفوز بدوري السوبر اليوم على حساب الاتحاد أسكنداري اليوم تحديدا المباراة النهاردة كانت صعبة جدا اللي بفرج عليها وأكيد على العيب النادي الأهلي وبالتأكيد على العيب الاتحاد كانت مباراة سخيلة جدا لكن في النهاية الأهلي فاز في البست فايف بثلاثة واحد قدام الاتحاد وفاز بدوري السوبر علشان كده يشرفني وينورني في هاي الفقرة اتنين من نجوم فريق كرة السلة بيها النادي الأهلي الكابتن موران سرحان والكابتن عمر عزب يا كابتن موران منور الدنيا منور بيك يا كريم ألف مليوم مبروح الله يخليك كابتن عمر مشرف ومنور الدنيا والف مليوم مبروح ربنا خليك كل حل بس حدق بيك عشان انت السنة دي تحديدا نادي الأهلي عامل انجازات عظيمة جدا بس انت تحديدك كان بيواجهك سوء حظ جداً سواء بالإصابة اللي كانت في الغدروف أو بالزايدة غياب كان لفترات كثيرة ورغب كده تفضل اسم الأسماء اللامعة في النادي الآن هو بصراعة كان على مستوى الشخص يعني كان سيزن صعب بالنسبة لي إن أنا جالي الغدروف ومعملش عملية عمل تأهيل عملت شهر في تأهيل وقابليها بيومين قبل منزل خلاص جالي عملية الزايدة فجأة كده يعني فأعملت عملية زينا فأعدت شهر ونص تنين فأعدت فترة كبيرة جداً مش بلعب وبعيدة عن الملاعب فإن أنا أرجع دي كانت صعبة جداً بس الحمد لله ربنا وفقنا ورجعنا عالكاس بس لعت بقى من تصفات الله النيل اللي هي البيال بس الحمد لله وردو وفقنا وخدنا الدوري فالحمد لله يعني ما بتقفش على حد والحمد لله دي مستلقى لي يقولك دايما لقى لي بمان حضر يعني كلكم نجوم بس لقى اللي موجود فيه وبيلعب في أي وقت بيبقى نجوم نهاردة كابت المرون تحديدة المباراة يعني هبدأ معاك من حيث تتمى منافسات هذه البطولة دولي السوبة لكلة السلة يوم النهاردة كيتم مباراة صعبة جداً طبعاً انت بتلعب فرقة كبيرة فرقة نادي اللي تحت سكندري طبعاً فرقة تقيلة وأسماء ومعهم مدرب كويس طبعاً ومدعمين وعناصر كلها نصف فرقة موجودة في المنتخب فانت برضو بتلعب فرقة تقيلة لعبتها كزا مرة لمدار السيزون لعبتها السنين اللي فاتت برضو في فاينلز فهم حافظين اك انت حافظهم وبعين ده رابع جيم في أربع خمس ايام صح فخلاص باحنا ماذا يقولك مثلاً في كرة القدم لو لعبت فريق من 3-4 شهر تقول ايه ده حافز المنطقة بتلعبها بعض يوم بعد يوم يعني بالظبط بعدين احنا لعبناهم على مدار السنة تقريباً خمس ماتشات قبل الاربع ماتشات دول دول تسع ماتشات اللي هو انا حافظ قصة انت بتحرك كده انا محفاق انت هتروح تعمل ايه بالظبط فالفرقة اللي هي بتقلل من الأخطاء بتاعتها وبتركز في تفاصيل الصغيرة وتقدر تعمل فارق صغير هو ده اللي حاجة تتفرق في الآخر صح فانت زي ما يقول لك جيم فور بقى في 5-6 ايام فاحنا خلاص حافظين بعض اللي بيعمل حاجة زكية حاجة زيادة مجهود مجهود اكتر افورت زيادة هي اللي حاجة تتفرق صح هو ده اللي يعد طبعاً طيب كابتن عمر البطولة دي المراحل فيها كانت مراحل صعبة ما كانتش مراحل صعبة عشان الناس شايفة انه الاهلي يفوز للمرة السنية على التواري الدوري السوبر فالامور بالنسبة له ميوسرة والموضوع في احتكار لكن الموضوع مستخل لا طبعاً يعني الحافظ على اللقب دايماً بيبقى أصعب من تحقيق اللقب نفسه يعني الموضوع ان احنا نكسب تاني سنة موضوع صعب جداً بدنياً زهنياً كله بيحاولي يوقع على البطل لو نادي الاهلي كده كده فاحنا بنعمل مجهود زيادة عن السنة اللي فاتت ان احنا نحافظ على اللقب جبار بلس انه كان فيه مجهود طبعاً بدني طالعين من طولة افريقيا دخلوا على ماتشات على طول لعبوا ماتش ماتشين واربعد كان فيه تعب بدني رهيب بس كل ده تجاوزناه وحطيناه على جنب ولعبها كانت رجالة جداً لأخير ثانية والحمد لله ربنا وفقنا ايه اصعب مرحلة كنت في البطولة شايفة ان احنا نلعب ماتشين واربعد باك تو باك تاني ماتش كان صعب جداً اللعيبة بجد مكنش قادرة يعني التمشي انا و احمد مهيب كنا برا فكنا يعني اوطف كونتاكت شوية اوطف شايفة وكده بس هم كانوا مرهقين بدنياً جداً ان هم يلعبوا ماتشين واربعد في ماتش تاني كان صعب جداً ايه اصعب مرحلة بالنسبة لك كنت روح؟ وبرضه هو الجيمتو ده احنا لعبنا اول ماتش ساعة تمانية ونص بالليل خلصنا عشر ونص قبل ما بتروح القتيل والعيشة والحاجات دي ماتش كان الساعة سابعة فاللي هو انت بتلعب حوالي بعد 19 او 18 ساعة من الماتش الاولين حتى على اقل ما خدتش 24 ساعة فواحنا كنا لسه طلعين من ماتشات البي ال خمس ماتشات وكان فيه اتنين ما كانوش معانا في عمر واحمد مويفة الحالة عمتاً ما كانتش احسن حاجة فانت سلعب باك تو باك دي كانت صعبة جداً بالنسبة لنا بدنياً بلاس الايجاد اللي هو اصلاً كان عندنا وبعدين الهزيمة ما كانتش يعني خسرناش فرق اولاي اللي كانت 18 بنت كان صح فدي كانت اصعب حاجة واصعب احساس بعد الماتش ده انه هو انت هتفوق وترجع تاني في جيمس ري ولا خلاص فطبعاً احنا مش متعودين على ان انت تخسر خسارة زي دي فهو خلاص يوم الماتش ده عدة والزعل عدة وتفرجنا على اخطأنا وتعلمنا منها استعدت عافيتك المدنياً نسبياً نسبياً وتمرنا تمرينة وتعايدنا ان احنا اللي حصل في جيمس 2 ده ما يحصلش تاني مهما كانت الاسباب والحمد لله ربنا وفقنا في جيمس 3 يعني عظم كده انا عايز اسأل امر وعسألك برضو امروان على حاجة مهمة جداً كنت بقولها النهاردة في المقدمة وعسألك كنت بتابع بسكت كتير قوي في سنوات مضاياً كنت شوف الجماهير تكتن تقولك ايه يا عام الاهلي ما بيحتكرش البسكت زي ما بيحتكر بطولات اخرى طب ما بلاش الاهلي يكمل في البسكت طب والله طب ما تلغوا لعبة البسكت ده ادام انت بتخسر فيها اا وان كان الناس مش واخد بالها انه ارقام النادي الاهلي التاريخية الاهلي عنده ارقام عظيمة تاريخية بس الناس عايزة الاهلي محتكر يعني بيكسب لوحده ورغم كده النادي الاهلي بص للبسكت انا بكلم على منظومة يعني بص البسكت وتدعيمات ومدرب محترم واعتقد يعني وانت اللي هتقول دوت انه فيه تدعيم للعابين بشكل كويس عشان النادي الاهلي بقى على مدار موسمين بياخد كل البطولات لا وطبعا الاردان يعني على الجمهير المنافسة في البسكت بالذات عالية جدا فالاحتكار ان انت تحتكر اللعبة في لعبة زي البسكت دي صعبة جدا شيء بمستحيلة فاحنا يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق ده سنتين وارا بعض بس ده يعني حاجة مش سهلة ان اتحقق خالص وطاني حاجة لا الادارة بصراحة في النادي عامة يعني كمنظومة هي بتشوف الدروب فين او الفرقة اللي مش فيها اخطاء كتير فين او محتاجة تدعيم فين وبصراحة بتدعمها يعني بقوة رهيبة يعني احنا مثلا انا ومران كان اخذ تدعيمات للفرقة وكتراجستيك والنجام نسموحها وقابليها كان فيه تدعيمات جمدة جدا ونجوم كبيرة جدا فهي بيبنوا الفرق اللي هي مثل زي البسكت بنوها على مثلا مدار خمس سنين فهو بصراحة كمنظومة النادي الاهلي يعني بيركزوا قوي مع الفرق ان هو يعني بيخلوها ان هي تحتكر زي ما بيحصل الوقت ان احنا سنتين ده تعب خمس سنين مش تعب سنة واحدة بس اه اي منظومة بتتكون من بعد بزبط بلونك خمس سنين بيبني او بالصدفة بالزبط مش صدفة كبتنون طبعا طبعا يعني لو تفتكرك هم زي ما عمر كان بيقول في النادي الاهلي قبل حتى ما احنا نيجي هم عملوا صفقات كتير يعني كان اهاب عمر الجندي عمر طارق مهيب احمد اسمعيل كان موجود وماشا بعين راجع تاني فهو البناء بياخد خطوات يعني خطوات النجاح مش 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 وليدت يوم فهو السنين وبعدين كان اخر التدعمة زي ما عمر بيقول كنت انا وهو وكابتن جوسي واحمد اسمعيل فرجعته فدي كانت اخر التدعمات ومن ساعتها الحمد لله من السنة الفاتت زي ما انت بتقول كده يعني شبهم مسيطرين على البطولات وان شاء الله السنة الجاية كمان نحاول ندعم لقد ما نقدر انت عارف اللي بيكسب الدوري بقالي صفقة واحدة بس في الدوري فان شاء الله نحاول نشوف النقص فين عندنا وندعم بالصفقة دي طيب مجبستي بقى ده حكاية انه هو بقى راجل من نجوم الرياضة يعني عادة فيه مدربين كبار عادوا على قلة الصلة المصرية بس هو واخد نجومية نجومية زي اللاعبين يعني مش مجرد مدرب كفء يعني فرق مع الفريق الفاترة اه طبعا هو غير انه هو مدرب زكي جدا يعني هو بيعرف ازاي اللاعب اللي قدامه يعني هو احنا بنلعب زي ما انتو قلتوا انه هو اربع ماتشات في وقت قلال جدا انه هو يأجرست نحط حاجات جديدة كل ماتش دي حاجة صعبة جدا وهو فعلا بالفعل عمل كده مع كل ماتش كان بيحط حاجات جديدة بيلعب المدرب اللي قدامه بيعاملنا احنا كلنا معاملة اللي هو دي ما مسترحين ويحنا بنلعب فدي طبعا كلها حاجات زكية جدا بتخليه في الاخر ان هو يطلع احسن ما في اللاعب فاحنا كلنا بنطلع غير طبعا منزومته الدفاعية انه هو منزومته الدفاعية جدا انه احنا لازم ندفع فبيطلع ان احنا لازم ندفع ورجاله في الملعب فده بيطلع النتيجة اللي انتو شايفين اللي هو البطولات حمد الله حد قالي كمان كابتن مرار انه هو عنده ميزة التعامل النفسي مع اللعبين اللي بيلعب واللي ما بيلعبش عشان دين نقطة مهمة وصعبة جدا كل الناس عايز تلعب طبعا وفي نفس الوقت انت بتلعبك النادي الأهلي فانت ممكن تلعب شوية ممكن ما تلعبش فأكيد هتبقى متضايق فازاي المداري بيتعامل معاك هل ده حي بص هو زكي جدا وبعدين اي حد انا ما بيقعد في شغل في حتة معينة سنة ورد تانية ورد تالتة فانت بتتعود وبتتعلم وبتعرف تتعامل مع اللي قدامك ازاي والمجال كله عمتنا ازاي فهو قعد سنة قبل النادي أهلي في الدوري وبعين جالنا هو بقى له سنتين فهو عارف الدوري ماشي ازاي عارف اللعيبة كلها بقى سمقها في الدوري كله مش فرق الأهلي بس الدوري كله عارفه مميزات وعيوب كل واحد في الدوري مش فرقتنا بس فهو زكي جدا بيدرس الفرق اللي بتلعبها كويس جدا هو بيعد فرج على مطشات قديمة ومطشات جديدة بيحللها يعني هو بنفسه يعني احنا معنا محل الأداء وإحصائيات وكلام لكله وإسه هو بيحب يشتغل حقيقة دي بنفسه هو بيستغل في شغل هو فهو بتعامل معنا طبعا مش كل يعني الفرق كلها ملينا نجوم يعني في فترة تلاقي أمر بيرع فترة تلاقي فعلا فرقة الأهلي دلوقتي بتاعت البسكت كلها فعلا كلها أسماء تحب فيها وبتحبها ويعني كلها نجوم فهو على طول ما يخلي الفرق كلها جاهز اللي هو أنت مثلا عادي النهاردة في جيم فور واحد مثلا ما لعبش تلاقي متشطلفات وممكن فوقت حساسي ينزلوا في الموتش عادي فهو ما عندوش اللي هو عشان أنت مثلا ما لعبتش فأنا أنت برح حساباتي خالص ما فيش حمس ما برح حساباتي خالص بيستغل في الفرق كلها فطالما أنت موجود في فرق يبقى أنا بستغل فيك فعلا طول حتى بيقول لنا الكلمة دي يعني نصف بعض نبليف ان احنا هنفضل بنكسب ومسيطرين وان احنا الموتش ده مش هنخل حتى وإحنا خسرانين على طول ما لنا إفه وبليف ده وجنوان وجنوان فهو وبعلينا شخصيته والصرامة اللي هو بيستخدمها مع اللعيبة جزء من نجاحه ممتاز طيب عمر اللي جاي إيه بقى بالنادي الأهلي البيال بطولة مهمة جدا حكي لي بقى الظروف وعتسافره إمتى وعند الدرس احنا طبعا يعني ان شاء الله بكرة بس اللي راحة هناخد بكرة راحة هنقفل طبعا صفحة الدوري ده لازم نحتفل طبعا بس كل حاجة بس في نفس الوقت عندنا تمرين بعد بكرة خلاص احنا هنقفل صفحة الدوري يعني نفتقى صفحة أفريقيا نحن لازم نجيب أفريقيا دي للجماهير من جد يعني هم مستنينها بقى لهم كتير قوي أفريقيا دي ما تخيلش النادي تقريبا بقى لها كتير يعني فأفريقيا دي بس ذات الجماهير كلها بص عليها العيون كلها بص عليها فاحنا مركزين جدا ان احنا ان شاء الله يعني نرجع بالبطولة دي للجماهير ايه اللي صعب فيها بقى يعني كم فريق صعب يعني انا عارف انه فيه فرق بتبقى سهلة بالنسبة لك بالكياس يعني وفيه فرق بتبقى صعب ايه اللي بيبقى صعب يعني انت ما انت رايح عارف ان ده اللي هيواجهني هيبقى وضت تي هو يعني فرقة فرقة انجولا دي بصراحة اللي احنا لعبناها دي ممكن تكون نقف فرق بس احنا نقدر نكسافها ان احنا الكاميستري بتاعت المحترفين كنش لسه دخلوا معينا الفرقة مكتش لسه كتملت ماتمرنش كتير مع بعض فدلوقتي انهما قعدوا وقت اكتر ان شاء الله يعني ممكن نكسب فرقة استفارة انجولا فرقة محترمة وجمدة جدا يعني ان احنا يخسر منها بوينتس قليلة يعني الموضوع كان مش سهل يعني طيب من اللعبة اللي كانت محترفة وكانت مهمة اوي في الفريق والتر هوتج من اللعبة اللي كانت كمان برضو برضو جمايير بتحبها هل كان مفاجأ بالنسبة لكو راحيله عن الفريق حسيتوا فجأة انهو مش موجود هو كان قراره هو ما طبعا قراره نقصد انتو كلعابين زميله كنتتفاهمين انهو هيمشي في اي وقت ولا فجأة لا 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 هي كان كان فجأة هو كان بعد الموضوعات الذهاب والعودة كان عندنا يوم راحة قريبا كنا خارجين من هزيمة من نزل الاتحاد فبعدها سمعنا انهو عنده ظروف وانهو عايز يمشي وكان فيه جلسة معاه في النادي وكانوا بيحاولوا لو عنده مشاكل يحلها لو او حاجة فهو كان او اخذ قرار هو كان او اخذ قرار فهو مهما تقوله او تعرض عليه او تتكلم احنا نسأل تسأل ده عشان بالنسبة لي اعلامين يعني لقيت الخبر ده فجأة لو اخذ جرح حمد احنا كمان ده فجأة ليه بقدرية كانت ماشي ايه احنا تفاجئ لابا الاغبار دي بقى لها تمهيدات انه بيفكر بيدرس بيشوف الان ها حتى احنا احنا كالعيبة يعني تكلمنا معاه ويعني احنا حبينا ننسى يكون موجود معانا ونتكمل معانا بس هو كان او اخذ قراره يعني انه عايز يرجع بيته وعنده عرض في بورتريكو عايز مع عيلته فما عدرناش نحن ميش خلاص اه ميش طيب عمر احمد بريكلكو كابتن احمد كلمني بريكلي صراحة ما نمكش انتو بتكسو طرح ما بلاش شو العلاقة العلاقة دايما مش هوها في كورت السهلة وفي كورت الياد وفي الطائل العلعب الاوخة دايما بيدي يعني كوين كان الكورة برضو فيها علاقات جيدة بس العلاقة بينكم دايما بتبقى علاقة كويسة احنا شوفها دايما فالشكل يعني كل واحد بروفشنال في لعباتو احنا اقديين الباسكت يعني مش هوها بروفشنال اكتر فاحنا عارفين ان احنا كل واحد بيلعب لاني بتاعه بندخل الملعب لما بيلعب بعض طبعا بيفيه تنشانة وفيه بننسى خالص كل حاجة بس طبعا لما ببرى الملعب احنا اخوات اكيد تنشن على اخوك في الملعب يعني هو لازم هو بيتنشن على اي هايز علمني على اعمل ايه بس لازم أنا أريد أخذك شوية أنت وأمر على منتخب مصر هيشارك في كاس العالم إن شاء الله ودائماً إحنا في كاس العالم كونتسالات تاريخية مش بنعمل إنجازات عظيمة أو ما بنروحش لبعيد هل إحنا أخذنا خطوات إن إحنا ناخد خطوات لقدام مش بول إنه حننوح ننفس على كاس العالم بس هل هنزل بشكل أفضل من المطلوبات المضايا؟ أكيد وإنت الوقت عندك السيستم تغير عن السيستم قديم عندك مدرب على أعلى مستوى كان أسيستم كوتش في الـ MBA طبعا إنت مش هتجيب شقدر تجيب بروفايل أو ريزم أي أعلى من كده طبعا الراجل جاء عمل يعني أو ما جاء يشتغل وشغله بان في التصفيات في الويندوز اللي المنتخب لعبها وقدرنا نتأهل يعني ما كانتش فيه صعوبة إنت حتى آخر ويندوز اللي طلعبت في سكندرية كسبت أو ماتش ضمنت يعني صعب من غير إن أنت ما تبص على ماتشين اللي بعد كده فدي حاجة كويسة جدا المجموعة اللي المنتخب يقع فيها مش مجموعة صعبة ولا مجموعة سهلة إنت برضو بالنسبة للفرق دي إنت قليل بالنسبة لهم بس بتموح المنتخب وتموح الجهاز الفني تحسن والتحسن برضو اللي موجود وبتحاول تجيب لعيبة موجودة في أمريكا زي عبد النادر لو حيبقى موجود مع المنتخب فدي حتبقى إضافات كويسة جدا ونأمل إن شاء الله إن المنتخب يعمل أقصى ما عنده حق نتائي كويس طيب عمر نفس السؤال منتخب من مصر نستنى منه إيه في كاس العالم في رأيك يعني أنا بحب أرفع التوقات ولا أحب برضو في نفس الوقت أن نقلل من نفسنا قوي إحنا وقفين فين بحب دايماً أعرف إحنا وقفين فين هو إحنا دلوقتي يعني إحنا مركزين إحنا أولمبياد كده ناخد مركز كويس نحن نروح له ده التارجت بتاعنا فإحنا دلوقتي إحنا يعني حتى كنت شروي بيقول على طول لازم نبقى بس تنزور لازم نفكر كده مش عشان إحنا كده لازم نفكر كده فإحنا بنعمل على قد ما نقدر وبنتمرن مثلا التمرينة ممكن تكون توصل لأربعة ساعات عادي يعني هو الراجل بيمر بصراحة جمد قوي والراجل سيستمه يعني جديد علينا اللي هو سيستم اللي هو لعب الأمريكاني شوية فإحنا ممكن يعني نلعب الدول التانية بأسلوب تاني بمنظور تاني فشكلنا بيتحسن يعني أنا شايف إن شكلنا بقى أحسن من الأول وفيه تدعي يعني إن شاء الله التدعيمات اللي تيجي دي لو عاصم مراهي طبعا تدعيم كويس جدا فيه عبدالنادر لو جاه يعني الناس دي بجد لو جيت شكلنا كله إن شاء الله حيتغير طيب مرار إلي بيفرق المدرب المصري يعني إحنا عددنا مدربين مصريين رائعين في كرة السلام بيفرق إيه المدرب المصري عن المدرب الألنبي هي بتبقى مدارس يا إنت لو عتي تكلم على المدرب الأمريكي مدرب مصري كوتش جوسي مدرب مدرسة أسبانية طبعا فهو كل واحد بيبقى ليه سيستم شغله بييجي يفرده وشوف اللعيبة اللي حتساعد إنها تطبق السيستم ده وبيختار وعلى ده الأساس بتاعه وبعدين بيختار اللعيبة فهو بيبص يشوف مين اللي حيقدر يطبق السيستم بتاعه الناس برضو في أمريكا بإزاي بتهتم بحاجات فردية أكتر يعني مثلا أنس لما كان موجود في المتخب بتحيس إنه يتطور أكتر ده حاجة أنا شايفها بيرسن يعني طوى بذات نوع كان موجود في جامعة هناك الناس كان شغل معه بيهتموا بإيه؟ يعني معلش أنا هتخاركوا في تفاصيل شوية عشان الناس تفهم كمان أنا هتفهم كمان بالمر يعني إيه اللي بيفرق اللعب اللي موجود مثلا في أمريكا بيشتغل واللعب اللي بيشتغل في مصر أنا فاهم إنه ولو شوية من اللعب اللي بتاع كورت القدم اللي يلعب في مصر يلعب في الدول الإنجليزي هقول لك حاجة بس أعيزة فهمها بشكل هم يعني مثلا لو جئت مستع لعيبة اللي كانت موجودة في الجامعات ورجعت هتلاقي مستوهم مش هو هو الناس اللي هناك ده ده ديلي روتين بتاعهم ده الحاجات اللي بيعملوه كل يوم نفس التمارين نفس كل حاجة فبتحافظ على مستوى من هو ثابت هنا صح مش مش انت مثلا موجود في أمريكا كما انت بتمرن هنا فعندما ترجع مصر يعني مستوى التمرين بيتغير او التمرين بيتغير او التمرين بيتغير عمتا ما كلمش على بسكت بس كان مع البسكت والكونديشنينج والليفتينج في الجام وكل حاجة فهي كلها كونكتد ومتوصلة ببعض فانت لما يكون معك جهاز كله ماشي على السيستم بتاعك وانت يعني كوتش روي اللي انا عرفه انه هو جاب الناس بتاعته وهم جهوموا حطوا السيستم احنا عايزين واحد اتنين تلاتة من البدني عايزين واحد اتنين تلاتة في الاياسات وانه شغال على الحاجات دي فهو حط السيستم بتاعه في مصر فيه طبعا الحاجات دي كلها موجودة بس مش بنفس الفكر طب مختلفة عزيز ما رأيك برضي يا عمر فازل لا اوه زي ما رأينا نقال بالزبط بيهتموا اكتر بالحاجات اللي هي مثلا فيزيكالتي بيهتموا اكتر يعني مثلا بالاكل بيهتموا اكتر بديتيلز معنوش غارة قوي يعني احنا مثلا في المنتخب عندنا حاجة اسمها بري براكتس يعني لازم نعد نص ساعة او ساعة الاربع بنتمرن انديفيدولي بس اللي هي مهارات فردية كل يوم قبل ما ندخل التمرين حاجة اسمها مهارات فردية فهو فيه سيستم معين محطوط احنا بنعمله يعني بتلاقي مستوىك بيطلع واحدة واحدة بيطلع كفردي وهو بيقول ان كل ما المستوى اللاعب تقدم فرديا المستوى كجماعيا بيتقدم فهو ده ده هو السيستم اللي هو ماشي به فهو بيهتم يعني عندنا مثلا دكتور ناس ثاني في المنتخب هو بيهتم بحاجة يعني منظومة كاملة مش بالباسكت بس يعني هو مهتم بنفسيتك أكلك شربك نومك جيم كل حاجة مش بيبص على الباسكت بس فدي طبعا وحاجة بصراحة يعني مصر بدأت انها تدخل في المبادة فيها كتير انا ملاحظ انه في منظومة الباسكت في مصر كلها فيها تطور واضح يعني واضح حتى ما ملووش في الباسكت او مش عايش في منظومة الباسكت شايفها من برا لانا يكسب بطولة افريقيا لكرتا القدم؟ طبعا ان شاء الله ان شاء الله مين في كل ايه في الكرة ومين ملووش مران لي اكتر انا لي اكتر هيكسب؟ اه طبعا ان شاء الله بيجوا لعيبة الكرة بيبص عليكم ويفرجوا على بطشات ولا ما بيعديش؟ اه مش مش كتير بس يعني فيه علاقة بين اللعيبة وبعضها ساعات بنشوفه في النادي بعد التمرين اه اشي احنا عندنا اتخل على الملابس بتاعتنا قريبا من قضاء بتاعتهم فساعات مثلا لو في صدفة ان احنا موجودين في نفس التوقيت ساعات بنشوفهم يعني حسين الشاحات على تواصل مع بعض اللعيبة عندنا في فرقة مع ايهاب اه مع عمر الجندي اه مينتين فيه افشة في كذا العيب يعني طبعا انك بتبع كورة شايف ان الالي اكتر وبطول دي؟ سيباك من الابنيات شايف ان الالي فنان اكتر وبطول دي؟ اه طبعا احنا انت عندك او ما تشوفه في الكساب 3-0 ومينش العودة ان شاء الله يبقى مضمون والعين بقى على الفاينل مرورا انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا حبيبي شرفت عمر نورت الدنيا اتمنى لك كل التوفيق اتمنى لك حظة افضل كمان الفتر اللي جاية ربنا يحافظ عليك وتبقى سحياتك والله كويس ان شاء الله اشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام هذه الفكرة والاحتفال بالنادي الاهلي بدوري السوبر اللي فايز به اليوم النهاردة بعد اخر مباراة امام الاتحاد اسكندار